خضرة مشكلة، مشروم، زعتة، روزماري، فلفل ألوان، طبعاً طبعاً سمنة كريستال جوز الهند، وفيه صالصة تماطم، سكر، مرأة خضروات، ملح وفلفل، بصل، توم، عجينة بوف بيستري، بس نبتدي بقفل طبعاً أنا جاية لك اهو، أساعدك بقى وكيد، تعال لحيا، يلا، إيه بقى؟ أول حاجة، هنحط هنا السمنة، يعني نفتح السمنة بتاعتنا، أوكي، جوز الهند اهو، أجيب أنا، سهلة الفتح، أهو، سهلة جداً جداً، يلا، تمام، هحط معلقة كده، أستأذينك بقى، أقلبها، البصل، هجيب بقى الخضر بتاعنا من هناك، اللي هو، البصل ده هو؟ أهو، أوكي، زود شوية، زودت عشان نكرة، اهو، ريحتها فضيعة، أوكي، أوكي، وسحية الشريف، أوكي، يلا، اهي، عايزة ايه بعد كده؟ أول حاجة البصل، بعد كده، هسيبه بس يتحمر سنم، هسيبها برا، أوكي، وبنبتدي نحط الخضار اللي بياخد سوا أكتر الأول، دي بطاطة دي جيبتها منين يا عروبة؟ سوبر ماركت موجودة، والله؟ أه، أنا ساعد بخير بحطها كده، أنا بشتغي الخضار مش في السوبر ماركت، أه، ما نعرف، أنا ضد ده، أنا عرف، أنا أحب أنفع البيعين اللي هما بيعودوا في الشوالع بصراحة، أو في بعض الأسواء، بس دي مش عندهم للأسف، دي للأسف، أه، يعني أم أحمد، أم محمد، والخضار بتاعهم يبقى على زفرة فرشة، أم جورج، الناس اللي هما بيبقى قاعدين بالفرشة كده، أنا أحب أنفعهم، على فكرة الخضار عندهم بيبقى أحلى، بكتير، فرش، بيبقوا جايبينهم الغيت لسه كده برحته وفرش، ما بيباتش، ولا بقى بيتحطل في تلاجة، ولا بيتخزن، ولا الكلام ده كله، تعرف احنا هنا قزمتنا في ايه بالزبط، اه، عشان لازم تجيبه ريسيط، اه، صح كده، عشان الانتاج، اه، هقلب دول كده شوية، بص شم رحتها، شجالن، مهجية، اه، هنحط ايه بعد كده؟ نبتدي بقى الخضار بالتدريج، ده؟ اه، ده ايه هنا في ايه يحكي لي؟ هنا ده جزر، كوسة، فاصولية خضرة، كرفس، هوا مين اللي بتعرف تطبخ عندها هوا؟ الترطولي، مين؟ فينها؟ لهم كله ضائع، تعالي حبيب، تعالي، تعالي مام، تعالي سعادينة، هتبضل قاعدة كده؟ تعالي، 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 هاتي ميكك معيك بس، ملح، ملح، صلسل اسوط، هاتي زينك؟ زينك، اه، سعاد؟ زينك سوسو، زينك سوسو، زينك سوسو، عامنا ايه سوسو، ما تكسفش كدا في غلاجة تتعزب يلا أنا أوليها أنسي بقى لا خليكي أنا حمسكيك بالماء أنسي تطبخي ايه يعني عايدي يعني هو ايه يعني مشورة العزم تيني عندك على عشر هتعملي ايه أنا عامل لك لازانيا لازانيا ايه تحب ايه عمد هولاك أنا عايز مع الشروب مما تعمل هولاك بعد ده مما بقى بيش ساعدني فريدة بقى هنبتدي عايزاً لمرأة مرأة الخضور هناك المكعة بس تمام مفيش اي حدا تنيفكه بيعرف يطبخ؟ لا انا بقولي أخلاق يعني ولا واحدة بيعرف؟ ولا واحدة بيعرف؟ شعارفة ما كان السكر في البيت بتاعها القطل ده فن متعة كده انا حقولك بعشان انا سألت مين ده بيعرف يطبخ عشان انجي الوحيدة اللي بتاعرف تطبخي واكلك نانكيته حلوة ومامتك بتاعرف تطبخ؟ اه ماما شطورة اولا بجد؟ طب اي جود بطي بقى هديكي هداية من عندي من كريستال عشان تجربي المنتج الجديد اللي هي ثمنة جود الهند جربيها هتعجبك اولا لو كنت قلتوا بنرف نطبخ كنتوا خاتتوا ممكن بقيت بقى الخضار البروكلي والماشروم والفلفل كل الاشياء اه انا بصي شريفة حط الماشروم كده كامل اه مش هتقطعيه والبروكلي والفلفل اوكي ها وبعدين هقلب كده شوية اوكي 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 من يومين اهو بالمية او من غير المية اه لا من غيرها عشان كده مديها لك الايه مطلعه لك اللي هي اوه اوكي بس المية السوس ده حلم ممكن نستخدمها في حاجات ممكن نحطها بالسوس بس انا عشان هي هتبقى سخنة قوي في حايفة العجينة تسيح طبعا وبعدين هنقفلها بالعجينة من فوق اوه هي المفروض يا شريف لما بتشرب المية بتاعتها شوية هم هنقفل ننطلعها اوه تبرد بصيبها هنقفلها كده هم بعجينة الميل في اوه بعدين نضغط كده لا بس انا عايزها تبقى ما تقصيهاش لا مش هقصها كنت عاملها كده اوكي ما هنظرش بتدخل اول ما اللون بتاعها بيحمر من فوق اوكي شكرا شكرا شكرا